السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة ابو الصحابسات في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة وقناة جديدة تم ظهرها على النيلسات سريعا كده عشان ما اطولش على حضراتكم عايز اعرفكم ان القناة اللي معانا في حلقاتنا النهاردة موجودة على تردد حزمة عامة والصراحة القناة دي يعني تم ظهرها او دخلت مكان قناة محبوبة على النيلسات وناس كتيرة جدا بتحبها دخلت مكانها انا مش فهم ايه السبب يمكن ناس كتيرة جدا سألتني على القناة اللي هعرفها لك دلوقتي عايز اقول لكم انها حاليا ما لهاش اي تردد جديد انا هعرفك دلوقتي كل حاجة بالتفصيل في البداية ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده ولو حابب يوصلك مني كل جديد تفضل اعمل اشتراك وفعل زر التنبيهات التردد حزمة عامة زي ما قلت لحضراتكم وهيكون حداشر سفر تسعة ستة على معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية واستقطاب هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افق لغاية دلوقتي يا جماعة التردد ده موجود عليه اربعة وعشرين قناة قابلين للزيادة والنقصان في اي وقت جميل يا جماعة جميل بعد البحث المفروض ان القناة اللي هتلاقيها موجودة عندك باسمها القديم لسه الاسم ما تغيرش هيكون قناة الابطال ده الاسم القديم للقناة اللي لسه ما تغيرش لكن من جوه هتلاقي القناة اسمها العتولة العتولة تم تغييرها هذه القناة مش عارفين بقى قناة الابطال هترجع مرة تانية عن نايل سات ولا كده خلاص عامة في الفترة دي بيكون في تغيرات مستمرة وتحديثات مستمرة للنايل سات لو حضرتك عايز تتابعها لحظة بلحظة اتفضل اعمل اشتراك وفعل زيال التنبيهات في قناتكم قناة ابو الصحاب سات اتمنى اكون افضتكم في الفيديو بتاع النهاردة انتظروني في كل ما هو جديد وفي الختام لاتمن لي احلى سلام